الجهاز العصبي بمعنى انهم بيشتغلوا بتكامل مع باقي اجهزة الجسم مامولز يعني الثديات والثديات هي الكائنات اللي بتولد زي البني قدمين مش بتبيت زي الطيور يبقى الثديات كائنات تلد ولا تبيت زي الانسان والفيل والدج والكات وكل دول عندهم نفس تركيبة الجهاز العصبي للانسان والجهاز العصبي او النيروس سيستم بيحتوي على برين الدماغ او العقل سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي والاعصاب نيروس ودلوقتي هنشرح مع بعض وظيفة ودور كل واحد منهم في الجهاز العصبي اول حاجة هنبتأ بيها the brain والبرين او العقل بتاعنا هو the main control center of the body يعني المركز الرئيسي في التحكم في الجسم يبقى اللي بيتحكم في الجسم بتاعنا العقل the brain والعقل بتاعنا inside a bonnie box موجود داخل جمجمة عشان تحمي وداني حاجة معانا spinal cord الحبل الشوكي الحبل الشوكي دوت وظيفته انه بيحمل الرسائل ويوصلها من المخ للجسم ومن الجسم للمخ from the brain to the body and from the body to the brain واخر حاجة معانا في مكوناته الاعصاب زن الرسم ودي دورها انها بتحمل الرسائل from brain to spinal cord and body بتحمل الرسائل من العقل لل spinal cord وباقي الجسم والعكس برضو بتحمل الرسائل من الجسم to spinal and brain كده احنا عرفنا وظيفة او دور كل مكونات الجهاز العصبية عايزين نعرف بقى ازاي بتوصل المعلومات من الحواس للدماخ how do information from the senses reaches the brain to be processed the brain is connected to a group of nerves اللي هو اللي سباينال كورد that path through the back bone بترتبط الدماغ بمجموعة من العصاب اللي سباينال كورد او الحبل الشوكي اللي بيمر مع العمود الفقري في الجسم كله the spinal cord branches to smaller and smaller nerves which are distributed throughout all parts of the body وبيتفرع اللي سباينال كورد الحبل الشوكي الى اعصاب اصغر واصغر متوزعة حوالين اجزاء الجسم كله some of this nervous directly connected to the brain such as nervous of the eye and the heart وفي اعصاب عندنا متوصلة مباشرة للدماخ زي اعصاب العين والقلب the sensory organs او الاعضاء الحسية بتاعتنا زي العينين والانف والجلد واللسان والودنين receive information from the environment يعني الحواس بتاعتنا هي اللي بتستقبل المعلومات من البيئة الخارجية the nervous spread across the whole body connect the sensory organs with the brain واحنا قلنا ان الاعصاب متفرعة لفروع صغيرة متوزعة لكل اجزاء الجسم وبكده الاعصاب منتشرة في كل الجسم وهي اللي بتربط الحواس بتاعتنا بالدماخ the nervous transmit information from the sensory organs to the brain in the form of electrical impulses والاعصاب بتنقل المعلومات من الحواس بتاعتنا للدماخ على شكل نبضات كهربائية والحواس بتاعتنا زي والحواس بتاعتنا عندها نوع معين من الاعصاب اسمه المستقبلات الحسية والمستقبلات الحسية او sensory receptors هي اعصاب موجودة في اماكن مختلفة من الجسم are nervous found in different places of the body وكمان هي المسؤولة عن تلقي واستقبال المعلومات من اللي حواليها receiving information from the surroundings وبكده نكون خلصنا شارح is the nervous system والمرة الجاية ان شاء الله هنطبق عليه اشتركوا في القناة